بسم الله السلام عليكم اليوم سوف نحضر الحرشة بسميدة أول شيء نبدأ بها نأخذ خمارة حمرة نأخذ نصف ديالها مع كيلو اللاروب و نمزجوهم جيدا لن تبقى الحوبيبات الخميرة من بعد نضيفه ثمن معلقة صغيرة ديال الملحة و نخلطه مزيان الكل من نيك يمتازج مزيان نزيده مقدار قل من نصف كاس و نخلطه الكل مزيان نا نعطيه سميدة من الصغيرة و نضيف من الربا يمتازج الكل مزيان من بعد ناخد شوية من ديك السميدة نحطه في الجانب وحط بايصيل فرح كيكون يعني المقلات اللي نطيبوا فيها الحرشة كتكون باردة ناخد شوية سميدة من ديك السميدة اللي خلطنا مع الزيت كندردروها فوق المقلات حتى تغطي الوجه من بعد ناخد الماء وكنتكون نخلطه الخالط تقولي العجينة مرخوفة ماشية بزاف ماشية قاصحة مني كنخلطوها مزيان كناخدو ديك السميدة اللي كناخدنا منها الفرح لأي المقلات كندردرو مزيان المقلات بسميدة كندردرو المقلات بسبب طيب طحيني و خطحي مليه نخلطه مع السيد و الملحة الخمارة كما اراه بالنسبة لك مرحلة الاستخداد الماء كيف نخلطهم احنا ما كن ندلكو هاش عا كنخلطوها بصبعنا يعني الحرشة ما كنت تدلكش بحل الخبز كتتخلط بحل شكل حلوة كتتخلط كتكت متازجتك السميدة مزيان مع بعضياتها كنجمعها في واحد القنت على شكل كورة كبيرة كما كتلاحظوا الطريقة كيفاش كنخلطو هانتم ما كتشوفو كنورقو عليها مزيان غير باش تمتازج الماء مع السميدة مع خالط كنخلطوها بيدينا على شكل كورة كما كتلاحظوا كنحطوها في واحد الجانب وكنا نخدو ديك السميدة اللي كنا خضينا من اللو والمخلطة غير مع الزيتو وكن ندردرو فوق بتحلية عنقرصو الخبز عادية دي الخبز احنا كندردرو فوق ديك الكورة اللي خلطنا ديك السميدة كما كتشوفو الشكل قدامكم دابا كنا نخدو ديك السميدة كندردروها فوقها فوق لكي لا تستعسق مع المقلات نحاول نغطيه الوجه كامل مزيان لا يبقى يبقى سميدة ومن بعد نشد تلك الكورة بها الطريقة نخويها على الجهة من الفوق والتحت يتنظر اللي كنا نرشيناها بسميدة ومن بعد كنا نبسطوها قد نقوم بها هذا الخبز كاننا نأخذ دكة سميدة اللي مخلطة بالزيت كان ندردروها مزيان الوجه هذا الوجه هذا كان عالقصرية كانت قدينا في جوج وتحضيرها بساطة عادية تجليس سهلة وقد تجليسية كما تشوفو الطريقة الفرحرة بارد المقلات باردة ما كان شوفوك النار ما كتكونش على النار كنا ناخدوها باردة وكنا نحطها انتا تنصغبو على خاطر تلك الحرشة باش تجينها ساهلة ومقادة من الوجه انتم كما تشوفو الطريقة يمكننا انتقبوها يمكننا انتقبوها باش تساعدك اثناء الطهي تساعدك في الطباخ اعاد كنشعل الفرن نار عادية ماشي ناقصة ماشي مجهدة كنحطوها على الفرن كنحطو المقلات على الفرن كما تشوفو الطريقة باش نحركها تقريبا اربعة دقائق خمسة دقائق اذن انتقبوها ا improves المقلات على الفرن كوكب اذن انتظر الجميل اضاك شوك الخساب سوف ادعونا التساعد والمقلات سوف تنفيذ الجميل الخشب لانتون ان ترى الجميل اخلاق تعرضون هي الجميلة نقوم بسرعة الدقيقة ونجدها وانتجموها ثم ارجوها قد اربحة الهجميل كما تشاهدوا يعني تقريبا تزيديها 5 دقائق سوف تقوم بقليل ونقوم بقليل كما تشاهدون اخذ الموس ونقوم بسحة ويمكن لك نفس الطريقة هذه السميدة هذه سميدة القمحة عادية تستعمليها في سميدة بيضة سميدة صفراء ويمكن لك تقدمها للضيوف تأكلها غرنتي والوليدات حرشة ساهلة اقتصادية وللمزيد من المعلومات تعصلوا بنا على نفس القناة ان شاء الله شاهية طيبة وعندنا لكم مفاجآت ونحن معكم دائما السلام عليكم